أنا بكم في محورنا الثاني والحديث فيه حول تطورات الميدانية والعسكرية على الميدان وتحديدا محور في راديلفيا ماذا يعني كيف يشكل غلافا حاميا للجنوب القسام وسرايا القدس هل اقتربت من فرض الشروط وفيديوهات جديدة للمقاومة نستعرضها مع ضيفنا نضار أبو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري مساء الخير نظام بك وأبدأ من الفيديو الذي بث قبل لحظات لكتائب القسام حول العمليات العسكرية في ميدان القطاع نتابع وأسمع منك تعقيبك وتعليقك على ما ورد للقسام تفضل نعم بداية الأستاذ محمد الملاحظة على هذه المقاطع التي بثت اليوم والغريب فيها والذي يختلف عن باقي المقاطع التي بثت سابقا هو أن عمليات القنص استهدفت جنود مشاه لم نشاهد في المقاطع التي ظهرت اليوم عمليات استهداف آليات دبابات مركبة أو ناقلات نمر وبالتالي يبدو أن المقاومة نجحت في جرق قوات الاحتلال إلى النزول إلى الأرض وبالتالي هذا الذي تكلمنا عنه سابقا وقلنا أن المقاومة تنتظر قوات الاحتلال للنزول من آلياتها وبالتالي يصبح هدف سهل لقوات الاحتلال هذه العملية على سبيل المثال ونلاحظ من خلال المثلثات الحمر الذي استخدمتها المقاومة هذه العملية هناك تسع جنود موجودين على الأرض لاحظ طريقة رصد قوات الاحتلال طريقة تتبع دخولهم إلى المبنى ثم مراقبة الطوابق والغرف الذي كانوا موجودة فيه ثم عملية استهدافهم وبالتالي عملية طويلة أخذت من المقاومة وقت طويل هذا يعطي مدلول أن المقاومة حتى في الاستطلاع نجحت باستمكان قوات الاحتلال لاحظ هنا في هذا الموقع كيف تم الرصد وكيف تم استخدام السلاح المناسب هذا السلاح بالمناسبة سيظهر بعد قليل في المقطع من عملية الوميض التي ظهرت وصوت الأزيز الذي صدر من الصاروخ هو صاروخ كورنت استخدم ضد المبنى الموجودين في قوات الاحتلال ويبدو أن أكبر الخسائر التي وقعت في قوات الاحتلال اليوم كانت في هذه العمليات التي ظهرت في هذه المقاطع الملفت والمهم في هذه المقاطع أن الاشتباك أصبح حاسم قوات المقاومة أصبحت تواجه قوات الاحتلال خارج آلياتها ويبدو أكثر أن قوات الاحتلال يبدو أن المخطط العسكري لقوات الاحتلال تعمد نزول المشاة لأنه يدرك تماما حجم الخسار التي تتعرض لها في الآليات وحجم الآليات الكبير وبالتالي هنا استخدم ليس فقط ضد المباني صواريخ الكورنت بل أيضا استخدم البندقية المرعبة والتي تحدثنا عنها كثيرا وهي بندقية الغول وبالمناسبة هذه البندقية الرصاصة المستخدمة في أو الذخيرة المستخدمة في هذه البندقية من نوع ذخيرة 17.5 أي بمعنى ذخيرة كبيرة جدا مسافتها مسافة الرماية أقصى مدى لهذه البندقية هو 2000 متر والذخيرة تحدث ضرر في الجسم حتى أنه إذا وصلت الجسم قد تفصل إلى قسمية لأنها من نوع الذخيرة الكبيرة 17.5 نعم واضح أن عملية الرصد في هذه العملية كانت مستمرة في كل تفاصيلها منذ نزول القوة تمركزها ضربها قوة الإجراء ضربها ومن ثم الانسحاب بالقنابل الدخلية تماما وهذا يعطي مدى احترافية للمقاومة في تطبيق تكتيكاتها عندما يقوم بمراقبة الهدف ثم تتبعه وهذه العملية أيضا أخذت وقت من المقاومة لاحظ عملية الرصد في كل العمليات في المقاطع التي بثت اليوم ظهرت عملية الاستطلاع والرصد بشكل كبير جدا عمليات الركي التي يبدو أن المقاومة تتبعها تكتيكات بشكل جيد ممتاز خاصة مع نزول قوات الاحتلال على الأرض لاحظ هذا المقطع الثالث تقريبا ولم نلاحظ كالمعتاد عمليات استهداف آليات مدرعات لقوات الاحتلال حتى هنا عندما استخدم التاندوم هذا صاروخ التاندوم استخدمه ضد مبنى وبالتالي الآن أصبحنا نصل إلى النقاط الحرجة بالنسبة لقوات الاحتلال هنا أود أن أشير لاحظ عملية الإخفاء بالنسبة للأسلحة يتم إخفائها وبالتالي هذه نقاط التمركز والتخزين بالنسبة للأسلحة التي تكلمنا عنها سابقا أن القتال يتم بمجموعات صغيرة يتم تخزين الأسلحة في مكان ومن ثم يتم العودة إلى هذه الأسلحة لاستخدامها في الوقت والمكان المناسب هذا بيت حانون شمال قطاع غزة هنا دعني أقف قليلا في بيت حانون أعلن عن بيت حانون عديدا تم السيطرة عليه من قبل قوات الاحتلال أيضا يؤف قلنت وقنيتس أحد أركان مجلس الحرب زاروا بيت حانون قبل يومين تقريبا وبالتالي بعد كل هذه الإعلانات وبعد كل هذه الزيارات بيت حانون لا يزال يقاتل وهذه مقاطع موثقة تعزز مصداقية المقاومة باستخدام سلاحة لاحظ استخدام سلاح الميمدال هذا المستخدم ضد مبنى متحصن في قوات الاحتلال بالتالي الآن المقاومة استعاضت عن استهداف الآليات المدرعة التي يتواجد فيها عدد من الجنود على تجميع هذه الجنود لقوات الاحتلال في مباني ليتم استهدافها لأن استهدافهم داق المباني يوقع فيهم خسائر أكبر أو جرحة أكثر مما يتم استهداف واحد أو اثنين نعم وهذا أنجع للمقاومة من حيث العمليات الميدانية بالضبط هنا لاحظ عمليات تغطية الشبابيك والأبواب من قبل قوات الاحتلال حتى لا يتم رصدهم من قبل المقاومة ويتم قنصهم قامت المقاومة بالاستعاض عن ذلك بأن تقوم بقصف المبنى بالكامل على قوات الاحتلال لاحظ هذه الشبابيك عندما يتم تغطيتها حتى تستر تحركات الجنود داخل المبنى لكن مع ذلك استفادت منها المقاومة عند هذا المقطع هذا العتاد الذي تم الحصول عليه من قوات الاحتلال هذا يشير على أن المقاومة تستطلع تقتل قوات الاحتلال ثم تقوم بالتأكد من عملياتها وتجني الغنائم أو ما تحصل عليه من قوات الاحتلال هذا بالتأكيد لم تقوم قوات المقاومة بالحصول عليه في أي مكان هي بعد أن قامت تنفيذ عملياتها قامت باستطلاع المكان لتحصي قتل جنود الاحتلال وهذا ما يؤكد أن المقاومة عندما أعلنت اليوم المساء أن هناك 14 جندي قتيل من قوات الاحتلال هذا يؤكد أن المقاومة تتابع عملياتها ليس تنفذ ومن ثم تنسح بل تنفذ هذه العمليات نعم طيب خليني أتوجه اليوم للموضوع خسائر قوات الاحتلال وآخر 24 ساعة على كم الخسائر هو الأكبر منذ بدء العمليات العسكرية البرية على قطاع غزة هل من أسباب واضحة لذلك؟ نعم تصريحات القادة السياسيين الإسرائيليين اليوم كانت واضحة قالوا أن نهاية الأسبوع الماضي كانت أقصى نهاية أسبوع منذ بدء العملية على ضد قطاع غزة وبالتالي حجم الخسائر الكبيرة التي تعرضت له قوات الاحتلال نحن نتكلم عن 485 قتيل منذ بدء العملية نتكلم عن 158 قتيل حتى مساء اليوم دون الخمسة عشر جندي الذي تم قتلهم في جحر الديك وأعلن عنهم رسميا من قبل المصادر الإسرائيلي وبالتالي هذه الأعداد المتزايدة والمتصاعدة طرديا يبدو أنها تؤثر في الخطاب السياسي أيضا الإسرائيلي لاحظنا هناك اختلاف اليوم كان هناك رائحة هزيمة في الخطاب السياسي الإسرائيلي بدأوا يتكلمون بشكل كبير عن موضوع الخروج باتجاه هدنا ولكن لا يريدون الخروج بمظهر المنهزم من العمليات العسكرية أنا أعتقد أن خسائر قوات الاحتلال قد تتعاظم أكثر خلال الأيام القادمة وإجابة على سؤالك حتى لا أبعد كثير عن سؤالك أن أسباب هذه الخسائر تكمن فيه يبدو سببين رئيسيين السبب الأول أن قوات الاحتلال أصبحت مضطرة للنزول على الأرض وكما شاهدنا وبالتالي هي مكشوفة خارج الدرع وخارج آليات المدرعة وبالتالي هي أصبحت هدف سهل للمقاومة الأمر الآخر أن المقاومة أصبحت لا تستمكن رغم خروجهم خارج الأليات لا تقوم بقنص جندي أو جنديين هي تنتظر وتستطلع كما شاهدنا دخول مجموعة من الجنود إلى المباني ثم تستهدف المبنى بالكامل هذا يرفع من نسبة الناطق بسم كتاب القسام تحدث عن 35 ألية خلال أربعة أيام فقط وعن 48 جندي قتيل وعشرات الإصابات خلال أربعة أيام فقط نعم وهذا يعزز أن نهاية الأسبوع فعلا كانت أقصى نهاية الأسبوع على قوات الاحتلال منذ بدء العملية البرية نحن نتكلم عن أرقام تتزايد وبالتالي أعتقد أن النسب التي تكلمنا عنها من نبض البلد سابقا وقلنا أن قوات الاحتلال تتعاظم نسبها بتقريبا بكل يومين هناك 1% خسارة نعتقد أنه مع انسحاب اللواء الجولاني وانسحاب الوحدات التي تكلمنا عنها يوم أمس يبدو أن بعض وحدات قوات الاحتلال أصبحت مكشوفة وبالتالي هذا الانسحاب أثر على التوازن العملياتي لقوات الاحتلال وخاصة في المناطق الشمالية من قطاع غزة الأمر الذي يفسر زيادة الخسار ويفسر أيضا تقدمات للمقاومة ستظهر بعد قليل عندما نتكلم عن الخارطة قبل أن نذهب إلى الخارطة أود أن نشير إلى ثلاث تصريحات مهمة جدا التصريح الأول يتعلق بنائب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق يائر جولان تكلم اليوم بتصريحات كبيرة جدا تكلم عن خسار قوات الاحتلال وبالمناسبة يائر جولان الآن هو أحد أعضاء الكنيسة وهو من حزب ميرتس أي أنه يساري بالتالي هذه التصريحات التي صدرت عنه وتكلم عن خسار قوات الاحتلال وضرورة الذهاب باتجاه الخروج من مأسق أجزة يبدو أنه ليس فقط يتعلق بالجانب الميداني بقدر أيضا ما يتعلق بأننا نتكلم عن أحد أعضاء حزب ميرتس اليساري بالتالي قاعدة المعارضة لنتنياهو بدأت تتسع أيضا سياسيا وليس فقط ميدانيا هناك تصريحات على الصحف الإسرائيلية هارتس اليوم في افتتاحيتها الصباح اليوم تكلمت قالت أن الجيش يجب عليه الذهاب باتجاه قرار وهذا القرار سيكون صعب بالمناسبة أهمية هذا التصريح لأن هارتس قريبة من حزب اللكود الحزب الحاكم أيضا اليوم يدعوت أحرانوت ونعرف مدى قرب يدعوت أحرانوت من المطبخ الأمني الإسرائيلي وبالتحديد من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اليوم صدر استطلاع رأي مهم جدا ليدعوت أحرانوت يتكلم عن 67% من الإسرائيليين أصبحوا يذهبون باتجاه وقف العملية أو وقف إطلاق النار آخر استطلاع رأي صدر عن معاريف كان يتكلم عن 48% من الإسرائيليين قبل أسبوعين الآن نتكلم عن أرقام 68% التصريح الملفت جاء اليوم في استتاحية الغاردين البريطانية بمقال لكاتب معروف في المجال العسكري والمجال السياسي وهو بول روجر عندما تكلم أن الجانب الإسرائيلي يتجه باتجاه هزيمة لا يريد التصريح عنها وبالتالي في ظل هذا الحراك الإعلامي الإسرائيلي والدولي والعربي الذي يتكلم عن خسائر متعاظمة لقوات الاحتلال أنا أعتقد أن الواقع الذي ينكره السياسيين الإسرائيليين بات أمراً واقعياً أمام الإسرائيلي بأنهم يجب أن يذهبوا إلى قرار هذا القرار قد نسمع عنه أو نرى خلال الأيام القادمة نتيجة الخسائر المتعاظمة لقوات الاحتلال نعم نتوجه الخرائط لإضاح ما ذكرته حول انسحابات على الأرض على أقل تقدير نعم سأبدأ بالخرائط من حيث انتهينا يوم أمس من محور فليدلفيا تكلمنا أو سمعنا كثيراً في الإعلام عن محاولات إسرائيلية وتصريح رسمي للجانب للجرانرات الإسرائيليين بأن هناك تقدم وسيتم استئذان الجانب المصري للذهاب باتجاه محور فليدلفيا محور فليدلفيا نذهب إلى الخارطة مباشرة هذا المحور الظاهر على الخارطة هو محور فليدلفيا وما هو محور فليدلفيا هذا المحور طوله 41 كم تقريباً من البحر الأبيض المتوسط وحتى نقطة التقاء أو زاوية التقاء الحدود قطاع غزة مع الحدود المصرية هذا المحور تم إقراره في عام 1979 بناء اعتفاق السلام المصري الإسرائيلي بأن تكون منطقة عازلة على هذا المحور وبالمناسبة يعرف أيضاً محور فليدلفيا ويقال عنه أيضاً محور صلاح الدين اللي هو 14 كيلو الان هذه المنطقة تم إقرارها بأن تكون منطقة من زوعة السلاح سوى من الأسلحة الخفيفة لقوات الشرطة المصرية من الجانب المصري الظاهر على الخارطة مباشرة حتى يتم حماية الحدود في عام 2005 عندما سحبت قوات الاحتلال من غزة وتم تسليم السلطة في غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية تم انتشار السلطة الوطنية الفلسطينية من الجانب الغزي من داخل المحور في 2007 عندما استلمت حماس القيادة الإدارة في غزة الأزمة الداخلية تم السيطرة على هذا المحور بالكامل وبالتالي بقي هناك أو سمحة بناء على اتفاق السلام بتشكيل قوة مصرية قوامها 750 من الشرطة المصرية للسيطرة على الجانب المصري وبني ساتر أمني من سلاك شائكة وسواتر ترابية وإلى غير ذلك بحيث لا يتم اجتيازه سوى من معبر رفح الحدودي الآن هذا المحور بناء على اتفاق السلام لا تستطيع القوات الاحتلالة الإسرائيلية تنفيذ أي عملية عسكرية دون موافقة الجانب المصري لذلك وحسب ما صرح الجانب المصري بأنه لن يوافق على أي عملية عسكرية في هذا المحور وفي هذا الاتجاه من الأراضي المصرية ظهرت يوم أمس محاولات لقوات الاحتلال بالدخول جنوب معبر كرم أبو سالم بهذا المنطقة بالتحديد من خلال بعض الأليات المدرعة الإسرائيلية في محاولة للوصول إلى محور فليدلفية إلا أن هذه الأليات وجهت بمقاومة شديدة وتم تدمير أليتين من قوات الاحتلال في هذه المنطقة بالتحديد لماذا محور فليدلفية؟ يبدو أن قوات الاحتلال تكرر نفس النماذج السابقة سمعنا عن نموذج مجمع الشفاء سمعنا عن نموذج إغراق الأنفاق سمعنا عن نموذج مستشفى الرنتيسي سابقا وبالتالي الآن بدأت تتحدث أن الأنفاق قد تكون تأتي من محور فليدلفية أن الإمداد والتزويد يتم للمقاومة من محور فليدلفية وبالتالي هي ديباجة وصياغة جديدة تندرج في إطار مسلسل المحاولات الانتصار المزيف لقوات الاحتلال من خلال رسم هذه الصورة النمطية لمحور فليدلفية إلا أن هذا المحور لم تتم علي أي عمليات منذ الإعلان قوات الاحتلال وبالتالي أنا أعتقد أننا نستطيع أن نضيفه إلى الفشل الاستخباري الإسرائيلي الذي يضاف إلى الفشل السابق في مجمع الشفاء وفي مستشفى الرنتيسي وفي عملية إغراق الأنفاق بمعنى آخر أنت لا تقرأ عملياتيا عسكريا على الأرض قدرة قوات الاحتلال على اختراق محور فليدلفية لا تستطيع اختراق هذا المحور لأنها تريد الإذن المصري من ناحية إذا أرادت أن تدخل الجانب المصري بالتأكيد لن يعطيها إذن لتنفيذ عملية في هذا المحور وهذا مشرعا دوليا بناء اعتفاق السلام وإن أرادت أن تنفذ عملية من داخل أراضي قطاع غزة هي في مأزق تعبوي لأن هذه المنطقة أصلا منطقة مكتذة ولا تسمح لها بالإضافة إلى ذلك نحن نتكلم عن أغلب النازحين الغزيين الذين جاءوا من الشمال والوسط قد ذهبوا باتجاه مناطق رفح والمناطق الجنوبية باتجاه كرم أبو سهل ننتقل المناطق الشمالية اليوم والطورات الميدانية فيها تفضل المنطقة الشمالية اليوم شهدت عمليات كثيفة جدا كان هناك عمليات ويبدو أن ما تكلمنا فيه أمس تحاول المقاومة إكمال الطوق وإكمال قوس العمليات باتجاه المنطقة عمليات ما زالت في حي الزيتون عمليات في الشيخ رضوان في جبالي اليوم كانت أكثر العمليات تعرضت قوات الاحتلال لخسائر هناك معلومات غير مؤكدة ظهرت مع ساعات العصر تقريباً أن هناك انسحاب لقوات الاحتلال من منطقة جبالية أعقب هذه التصريحات الغير مؤكدة عمليات قصف شديدة لجبالية أنا أعتقد أنه لم يكن انسحاب بقدر ما كان حتى نكون منصفين ولا نتكلم بعاطفة هو قد يكون انسحاب تكتيكي نتيجة محاولة قوات الاحتلال لفضل اشتباك مع المقاومة نتيجة الخسائر والتي شاهدنا جزء منها في هذه المقاطع لذلك قامت بسحب قواتها ومن ثم أمطرت المنطقة في جبالية بنيران المدفعية الموجودة أصلاً داخل المناطق الشمالية مقطع غزة وبنيران الطيران يتكلم الاحتلال كثيراً وتكلم عن عملية السيطرة العملياتية على جبالية هنا أود أن أقف بعجالة لن أطيل على موضوع جبالية ماذا تعني السيطرة العملياتية حتى يتضح المفهوم للمشاهد ولمراقب في موضوع السيطرة العملياتية قوات الاحتلال أشارت قبل يومين أنها تسيطر عملياتياً على جبالية السيطرة العملياتية تعني أن قوات الاحتلال تسيطر بالنار وليس بالقوات على جبالية أي أن جبالية تحت قصف المركز لقوات المدفعية والذي تكلمنا عنه سابقا أن البطاريات المدفعية دخلت إلى داخل المناطق الشمالية من قطاع غزة تعني فقط أنقذ هذا التصريح الإسرائيلي بما يتعلق بالسيطرة العملياتية إذا كان قوات الاحتلال وهذا تصريح رسمي من جنرالات إسرائيلية تقول أنها تسيطر على جباليا عملياتين إذن هي تستطيع السيطرة على جباليا بالنيران من خلال الطيران وبالتالي لا داعي لهذا التصريح سوى أنه يندرج في إطار محاولات إضافية لنصر زائف أمام السياسية الجنوب لم يتغير فيه شيء اليوم لم يتغير كثيرا في الجنوب فقط وعلى عجالة أشير إلى ثلاث نقاط رئيسية مراحل عمليات القتال في المناطق المبنية الاحتلال قدم المحاصرة والتطويق ومن ثم التطهير نجحت قوات الاحتلال منذ تسعة وسبعين يوم من العمليات في عمليات احتلال مبطئ قدم فشلت في المرحلتين التالية من عمليات التطويق لم تنجح في غزة المدينة ولا الآن في جباليا ولا في الشجاعية والآن تفشل في خان يونس بالتطويق وتفشل أيضا في عمليات التطهير نعم أشكرا لك كل شكر نضال أبو زيد الخبير الاستراتيجي والأسكري على وجودك معنا شكرا لك كل شكر شكرا لك